نجاح مميز السلطنة وسيط سلمي لحل الخلافات الإقليمية والدولية هكذا صدرت The Business Eer تقريرها الاقتصادي السنوي لعام 2017 مشيرة إلى نهج جلالة السلطان المعظم في تحقيق أهداف الرؤية 2020 وأن مسيرتها في النمو والحداثة أكسبتها هوية عصرية واحتراما عالميا للنهج الذي اتخذته خاصة فيما يتعلق بالاعتدال والسلم والتعاون والانفتاح على المجتمع الدولي وبناء الدولة المدنية العصرية التقرير قام بتغطيات شاملة حول السلطنة في السياسة الخارجية والاقتصاد والمالية والطاقة والنقل واللوجستيات والبيئة والخدمات العامة والسياحة وغيرها من الجوانب المختلفة ففي جانب السياسة الخارجية للسلطنة أشار الاصدار الجديد المؤسسة The Business Eer إلى دور السلطنة السلمي الموفق والناجح في عدد من الخلافات الإقليمية والدولية أبرزها تقريب وجهة النظر بين مجموعة خمسة زائد واحد وإيران وصياغة مشروع الدستور الليبي الذي كان حاضرا في محافظة ظفار برعاية أممية أما عن الجانب الاقتصادي واللوجستي استعرض الاصدار أهم المؤشرات الاقتصادية المأخوذة عن تقرير البنك الدولي لعام 2016 تصدرتها قيمة صادرات السلطنة البالغة أكثر من 34 مليار دولار والناتج المحلي الإجمالي للسلطنة البالغ أكثر من 70 مليار دولار ومن المؤمل أن ترتفع مساهمة القطاع اللوجستي إلى 3 مليارات ريال بحلول عام 2020 كما أكد الاصدار الجديد للمؤسسة أن حكومة السلطنة ماضية في تنفيذ برنامج وطني يتضمن مشاريع استراتيجية كبيرة مع مواصلة الاستثمارات لتنمية موارد النفط والغاز في ضوء أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020 والخطة البعيدة المدى 20-40 يوسف بن سعيد الرواحي مسقط